أهلا بكم في آخر نشرتنا لهذا اليوم من التلفزيون العربي في لندن حققت القوات العراقية تقدما جديدا شرقيا الموصل بعد أن تمكنت وحدة من الشرطة الاتحادية من السيطرة على قرى في ناحية حمام العليل بعد معارك مع مسلحي ما يعرف بالدولة الإسلامية وأفاد بيان عسكري أن القوات العراقية سيطرت على قرى البزون وخرار وشهلوب في المحور الجنوبي للموصل كما تمكنت قوات خاصة من الاقتراب من الموصل من الجبهة الشرقية وقالت منظمات إغاثة ومسؤولون محليون أن تنظيم الدولة الإسلامية أعدم عشرات سجناء في الموصل التي وقعت تحت سيطرة التنظيم قبل عامين وما زال يعيش فيها نحو مليون ونصف المليون نسمة في محاولة لبسط سيطرتها على قرى وبلدات في مدينة الموصل بدأت القوات العراقية هجوماً واسعاً من الناحية الجنوبية لاستعادة ناحية حمام العليل من سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية الناحية كانت عتية على القوات العراقية كسالفاتها إذ اندلعت معارك عنيفة بين الجيش ومقاتل التنظيم عند خطوط الصد الأمامية التي وضعها التنظيم عند الأطراف كما وتعرضت الناحية لقصف جوي عنيف من أجل تأمين تقدم القوات العراقية المشتركة بإسناد من طيران التحالف الدولي مصادر عسكرية عراقية أكدت دخول القوات العراقية إلى مدينة الموصل من محاور عدة وبسط سيطرتها على ثلاثة أحياء داخلها تمهيداً للسيطرة على كامل المدينة اليوم 17 بالعمريات العسكرية وتقدم كبير وانتصارات كبيرة حقق أبطالنا بجبيع المحاور كان يوم أمس اقتحام الساحل الأيسر لأبطالنا من ثلاثة محاور وكان دور كبير لأبطال قوات جهاز مكافحة الإرهاب بالسيطرة على منطقة كوكجالي وأيضاً مبنى التلفزيون تابع لإذاعة الموصل من قبل أبطال جهاز مكافحة الإرهاب ومن التلفزيون يقع ببداية حي الكرامة إذن يوم نحن نخوض معارك داخل مركز مدينة الموصل الحكومة العراقية علقت عملياتها العسكرية بشكل مواقة في حي كوكجالي شرقي الموصل بسبب الأحوال الجوية السيئة بحسب تعبيرها إذ أكدت مصادر عسكرية توقف الاشتباكات في الحي بعدما عززت قوات الجيش من وجودها العسكري داخله إثر استعادته يوم أمس من صيدرة مقاتل التنظيم وفي قرقوش التي تبعد نحو 20 كم عن الموصل بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيا بعد استعادتها من طرف القوات العراقية قبل أقل من أسبوعين وبدأ السكان في العودة إلى مساكنهم أو ما تبقى منها بعد تطيرها من المتفجرات والألغام التي خلفها عناصر التنظيم قبل انسحابهم إذكروا أن قرقوش كانت تضم أكبر كثافة للمسيحيين في العراق قبل سلاء تنظيم الدولة عليها منذ عامين إذ كان يقدر عددهم بنحو 45 ألفا وفر معظمهم أنذاك لا إقليم كردستان وتجمع العشرات لأداء قداس في كنيسة الطاهرة في قرقوش التي كانت تعد أكبر كنائس الشرق الأوسط أكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية جاسم العطية أن فرق الوزارة ترافق القوات العراقية في العمليات العسكرية لتقديم الإغاثة لأهالي الموصل ضمن مساعي الوزارة لتقليل موجة النزوح من مختلف المحاور وأضاف العطية بأن الحكومة العراقية تقدم كل ما يمكن لملف إيواء النازحين من الموصل العمل الإنساني هو ليس بعد العمل العسكري هو الآن مع العمل العسكري فرقنا مع العمل العسكري ومع القطعات التسير في حال تحرير القرية أو المنطقة التي تواجدون بها الناس فورا الوزارة تدخل لتقديم المساعدات لتقديم الإغاثة حتى يبقون في مناطقهم ما يفكرون بنزوح لأن المنطقة عسكرية بتلات توفر في أسواق حياة غير مستقرة فنحاول ضمن برامجنا أن نوفر الخدمات نوفر الأطعمة نوفر المواد الغذائية نوفر مياه أيضا مياه شرب في بعض الأماكن المشاريع لما يتكون متضررة فمستمرين بهذا العمل الحكومة بموضوع إغاثة النازحين لن تبخل بشيء لحد الآن كل ما طلبناه من الحكومة يعني من سيد والدرئيس الوزراء هو تم توفيره إلى وزارة تجر المهجري في الشأن السوري أعلنت فصائل سورية مسلحة رفضها للعرض الروسي بالانسحاب من حلب بحلول مساء الجمعة عبر ممرات آمنة مؤكدة عدم ثقتها في وعود روسيا والنظام السوري ونفى متحدث باسم جماعة فاستقم أحد تنظيمات المعارضة المسلحة وجود أي معابر آمنة خلافا لما تدعي روسيا وعربا عن إصرار المقاتلين والسكان على البقاء في حلب لعدم ثقتهم في النظام وروسيا وأكد أن فصائل المعارضة ستواصل القتال إلى النهاية على حد قوله وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت تمديد وقف الغارات الجوية على حلب للسماح لقوات المعارضة والمدنيين بمغادرة الجزء الشرقي من المدينة أفادت منظمات إغاثة دولية أن نحو خمسمائة نازح سوري وألفا وخمسمائة نازح عراقي عالقون في الحدود بين سوريا والعراق هذا فيما أكدت المنظمات أن نازحين في مخيم الحلول أو الحول قرب مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا يعانون ظروفا إنسانية مأساوية أغراب في أرضهم تذر الرياح الغبار والعجاج في وجههم حفات أطفالهم وأقمشة بالية أضحت مجازا خياما لهم سوريون وعراقيون من نفس المكون بل ومن نفس العشائر وأحيانا من نفس العائلة عالقون في الحدود ووجهتهم مخيم الحول خارج مدينة الحسكة مأساة السوريين في هذه القفار هي أنهم اضطروا إلى الهرب إلى العراق أولا ليتمكنوا من الانضمام إلى قاربهم في الجانب الآخر من الحدود قبل أن يعبروا مرة أخرى إلى سوريا نمشينا من الساعة الستة المساء للساعة 12 بالليل توصلنا القفل حاجز ظلنا للصبح وبعدها جينا زاد نمشي فوق الساعة توصلنا لهون صال لأني 14 يوم أنا وعيلتي هنا لم يعودوا يتحدثون عن أنفسهم كنازحين بل منهم من يقول نحن لاجئون رغم أنهم ما زالوا في سوريا جينا لجاه حاصرتونا ما قدرنا نطلع يعني نحن جايين على هالتنا ما نحن جايين لاجئين نحن جينا هنا دحقة جهلة شنون حالي تشوف شنون الأطفال تشتدنا الغبرة تشتدنا الوسخ ما عدنا حرامات نتقطر الأرض الموعودة هي مخيم الحول على أطراف مدينة الحسكة التي يسيطر عليها الأكراد لا خيم حقيقية في المخيم ولا مواد إغاثية ولا وسائل للتدفئة ولا أغذية كافية بل قنبلة صحية موقوتة قد تنفجر في أي لحظة فالنازحون يحرقون النفايات للحصول على الدفء بل منهم من أحرق حتى الأحذية للحفاظ على أرواح صغاره بل يدفون على الحفاظات الحفاظات والأوراق والنجاسات وكذا يدفون عليها هاي تنطي روايح وتنطي شنون ونقل أمراض الله عم حذيانا قاعد نرميها نفسخ ونعلق به نار عشان نتدف حال لا تسر عدوا ولا حبيب وغياب كامل لهيئات الإغاثة العربية والدولية وما هي إلا مسألة وقت قبل أن يقضي بعضا من الأطفال وكبار السن والمرضى نحبهم جراء الأوضاع المزرية أفد مراسلنا في بيروت بتأييد سبعين نائبا في مجلس نواب لبناني ترشيح سعد الحرير لرئاسة الحكومة في اليوم الأول من استشارات يابية التي عقدها الرئيس ميشيل عون وكانت كتلة المستقبل التي مثلها فؤاد سانيورا في هذه الاستشارات قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسمية الحرير رئيسا للحكومة حيث أكد السانيورا بعيد لقائه بعون أن حكومة يقودها الحرير ستكون دعامة أساسية للدفع بعجلة التنمية في لبنان من جانب آخر أعلنت كتلة حزب الله البرلمانية تأجيل استشاراتها النيابية مع الرئيس إلى يوم غد كما يتوقع أن تسمي كتل أخرى الحرير رئيسا للحكومة معنا من بيروت الكاتب والصحفي رضوان عقيل سيد رضوان مرحبا بك برأيكم هل ضمن الحرير منصب رئاسة الحكومة؟ حتى الآن وزيادة على تقريركم حصل الرئيس الحرير على تسمية 86 نائبا هذا يعني من الناحية العددية أن معظم الكتل السياسية تؤيد الرجل لاختياره رئيسا للحكومة لكن يبقى المكون الشيعي المتمثل في السناء أمل وحزب الله لم يعلن موقفهما حتى الآن كان المقرر أن يستقبل الرئيس عون اليوم كتلة الوفاء للمقاومة بمعنى كتلة حزب الله لكنه تم تأجيل الموعد إلى صبيحة الغد بغية الإفساح أمام المزيد من المشاورات بين حزب الله والرئيس نبيه بري لاتخاذ موقف موحد التباين الذي حصل بين حزب الله وحركة أمل في الاستحقاق الرئاسي أنا في اعتقادي لن ينسحب على الحكومة لأن موقفهما سيكون موحدا حيال اختيار رئيس الحكومة كل لو حصل الحريري على مئة صوت وبقي 28 نائبا أو بالأحرى بقي المكون الشيعي فهذا يعني أن حكومته لن تنطلق من الناحية الميساقية في حال لم يقدمان على تسميته هناك سيناريو في حال لم يقدم حزب الله ولم يقدم حركة أمل على تسمية الرئيس الحريري فربما يترك هذا الأمر إلى الاستشارات النيابية لكن ستكون هناك مهمة شاقة أمام الرئيس الحريري في حال لم يحظى بهذه التسمية هذا التباين الذي تحدثت عنه سيدة رضوان وسط المكون الشيعي في البرمان اللبناني برأيكم هل يعكس استمرار العقدة الشيعية المتمثلة بموقف حزب الله وحركة أمل من مجريات العملية السياسية في لبنان أبدا التباين حصل في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية وهذا الموضوع انتهى السناء الشيعي سنائي متماسك وبالتأكيد فأن حزب الله لن يترك الرئيس نبيه بره والعكس صحية هما أم يدخلان إلى الحكومة معا أم سيكونان خارجا لكن بالتأكيد أن ربط نزاع سيكون بين هذا السناء والرئيس الحريري لا سيما ولا شيء نستطيع أن نخفي عند العلاقة غير جيدة وغير جيدة بين الرئيس الحريري والرئيس نبيه بره نظرا إلى ما رافق خلافهما في الموضوع الرئاسي وبالتأكيد أن الحكومة لن تقلع بدون هذا المكون سمت من يقول أن الرئيس الحريري قد يستفيد من هذا الأمر وستطول عملية التأليف بغية اقتراب موعد الانتخابات النيابية في الصيف المقبل لأن تحديدا الرئيس الحريري وطياره السياسي غير مستعدان حتى الآن لإجراء الإقدام على الانتخابات النيابية هذا يعني التمديد للبرلمان وفي حال حصل هذا الأمر هذا ستكون أول ضربة للعهد وتحديدا للرئيس ميشيل عون لذلك المعيار هناك قانون الانتخاب هناك البيان الوزاري وماذا بعد الحكومة ومن هنا نعود إلى ما كان يقوله الرئيس نبيه بري قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وربما سنقع في هذه المشكلات التي لا تستطيع الحكومة أن تتجاوزها من دون حصول توافقات أما إذا ظن البعض أنه يستطيع أن يطلق هذه الحكومة من دون المكون الشيعي فهو على خطأ والأصلح للبلد أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية حكومة وحدة وطنية إضافة إلى ذلك أن المكون الشيعي وتحديدا الرئيس نبيه بري يسعى إلى اندمام رئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجي وتمسيله في هذه الحكومة ونحن نعرف العلاقة غير الجيدة والتنافس الذي حصل بين النائب فرنجي والرئيس عون من بيروت الكاتب والصحف رضوان عقيل شكرا جزيلا لك نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها أيضا أوباما ينتقد تحقيق الـ FBI في قضية الرسائل الإلكترونية لهيلاري كلينتون انتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما إجراءات التحقيق في قضية الرسائل الإلكترونية للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئيسية الأمريكية هيلاري كلينتون ووجه أوباما انتقادات غير مباشرة لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي الذي قرر فتح تحقيق في ملف استخدام كلينتون لإميلها الشخصي في مراسلات رسمية أثناء تحملها مسؤولية وزارة خارجية وهو معتبر خرقا للقانون وتعريضا لأمن الولايات المتحدة للخطأ وقال أوباما إن التحقيقات الفيدرالية ينبغي أن لا تقوم على معلومات منقوصة وكان قرار فتح التحقيق قبل أيام من يوم الاقتراع الرئاسي قد أساء إلى شعبية كلينتون وأعاد منافسها الجمهوري دونالد ترامب إلى التقدم بعد أن كان الفارق بينهما قد اتسعى في استطلاعات الرأي معنا من مدينة توسون في ولاية أريزونا مراسلتنا ريمة أبو حمدية إذن ريمة هل لديك مؤشرات عن توجهات الناخبين في أريزونا والتي تحولت إلى ولاية متأرجحة على ما يبدو والولايات المتحدة عموما وفقا لآخر استطلاعات الرأي بالفعل هذا ما حصل بعد الفتح التحقيق من جديد في قضية البريد الإلكتروني التابع للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بدأت السمها تنخفض وبشكل كبير بدأت شعبيتها تنخفض بشكل كبير رأينا كيف أنها خسرت الكثير من النقاط بعد أن كانت تتقدم بـ 8 إلى 12 نقطة بحسب بعض استطلاعات الرأي أصبحت الآن تتراجع في بعض الولايات نحن الآن في ولاية أريزونا الأمريكية هذه الولاية جمهورية ولكن عندما تقدمت هيلاري كلينتون في استطلاعات الرأي من ضمن الولايات التي تقدمت بها كانت هذه الولاية الآن تعود كلينتون إلى التراجع في هذه الولاية بعض استطلاعات الرأي تقول أنها تراجعت بنقطة البعض الآخر يتحدث عن تراجعها بـ 5 نقاط كاملة في هذه الولاية بالإضافة إلى الولايات الأخرى أصبح الفارق بين المرشحة الديمقراطية والمرشحة الجمهورية نقطة واحدة في بعض الأماكن يتقدم المرشحة الجمهورية في بعض الأماكن أيضا بنقطة أو بنقطتين إذن هذه القضية أثرت بشكل كبير على حضوظ المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في الأسبوع الأخير على هذه الانتخابات كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال أنه سيذهب إلى 12 محطة انتخابية لدعم المرشحة الديمقراطية أيضا جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي أيضا زوجته ميشيل أوباما في الجانب الآخر هناك أيضا قادة من الجمهوريين يذهبون إلى محطات انتخابية لدعم المرشح الجمهوري في الجانب الديمقراطي يحاول الرئيس الأمريكي تقليل الضرر الذي حصل بسبب إعادة فتح التحقيق وبعد أن كان المتحدث باسم البيت الأبيض تحدث عن أن جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي هو شخص نزيه الآن نستمع إلى انتقادات من الرئيس الأمريكي باراك أوباما وبعض الوسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن اتفاق ضمن ما بين مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية بعدم الكشف عن أي تحقيقات تمس أي من المرشحين حتى لا ينظر ولا يعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالي وكأنه يأخذ موقف من أحد المرشحين لصالح أحد لصالح مرشح آخر ولكن على ما يبدو جيمس كومي بالرسالة التي وجهها إلى الكونغرس الأمريكي خرق هذا الاتفاق الدمنيو مع وزارة الدفاع ما أثار الكثير من الجدل وتبعات ذلك رأيناها وبشكل كبير على حضوظ المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون من توسون الآن نتحدث إليكم وهذه الولاية 30% منها من أمريكيين من أصول لاتينية ومع ذلك هي ولاية تصوت للحزب الجمهوري وتصوت للحزب الجمهوري بشكل كبير 16% فقط من الناخبين من أصول لاتينية مسجلون في الانتخابات ولكن 6% فقط يصوتون في هذه الانتخابات ما يحاول المرشح الجمهوري فعله الآن هو تحفيز القاعدة الانتخابية في الولايات المتحدة بشكل عام في الولايات المتأرجحة بشكل خاص للتصويت في هذه الانتخابات من مدينة توسون في ولاية أريزونا مراسلتنا ريمة أبو حمدي شكرا جزيلا لك أعلن من دوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت أن بلاده تجري حاليا مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار يتعلق باليمن وأنها تعتزم طرحه على طاولة المجلس قريبا وأكد رايكروفت أن مشروع القرار ينص على أربع نقاط ناسية تتعلق بوقف الأعمال العدائية ودعم خارطة السلام التي اقترحها المبعوث الدولي للمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد ووصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق داخل البلاد والتحقيق في جميع المزاعم خاصة بارتكاب أطراف الصراع انتهاكات للقانون الإنساني دولي وقانون حقوق الإنسان من جاته حمل المفاد الدولي كل أطراف الصراع في اليمن مسؤولية الإخفاق في التوصل إلى سلام دائم في البلاد تتواصل موجات النزوحي في منطقة الصلو بمحافظة تعز جنوبي اليمن جراء القتال الدائر في المنطقة بين الحوثيين وقوات صالح والمقاومة الشعبية من جهاء والجيش الوطني نبيل اليوسفي والتفاصيل أكثر من 350 عائلة نزحت مؤخرا من مختلف المناطق في مديرية الصلو بمحافظة تعز ينوب اليمن هربا من الاقتتال الدائر بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة والمقاومة الشعبية من جهة أخرى هذه العائلة قطعت عشرات الكيلومترات فرارا من قرية القابلة في مدينة تعز إلى محافظة لاحي معظم المناطق الريفية هنا في محافظة تعز لم تعد مكانا آمنا للنزوح فيجبهات القتال اشتعلت في معظم مديريتها وتؤكد منظمات إنسانية محلية أن النازحين في مديرية الصلو بحاجة إلى المياه والغذاء والعلاي والمأوى خصوصا وأن هذه المنطقة كانت مأوى لألاف النازحين من مختلف مناطق محافظة تعز منذ اندلاع القتال فيها قبل نحو عامين نبي رليزو في التلفزيون العربي في الشان الفلسطيني هدمت جرفات الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكني في حي بيت حنين بالقدس المحتلة بذريعة البناء من دون ترخيص ويعود المنزل مهدوم لعائلة سليمان التي تقول إن محكمة الاحتلال كانت قد أجلت في وقت سابق أمرا بهدم بيتها وضيفة أنها حاولت استصدار رخصة لتتفاجأ باقتحام جيش الاحتلال للمنزل قبل أن يباشر بهدمه الاحتلال بعمل هيك لأننا نحن مقدسيين مش معنى أي مقدسي يبني ويعمر في أرضه بالعلم عن هي أرضنا وهي منطقة سكنية زي ما انتوا شايفين منطقة سكنية مش منطقة بعيدة عن السكن منطقة سكنية حتى المنطقة الهودية بعيدة عننا ما بأثر عليهم بس مجرد أنها مقدسي وعنصرية مش أكثر ختم نشرتنا بمشهد غريب أثناء قيام مذيعة إيرلندية بتقديم النشرة الجوية حين تعرضت الأخيرة فجأة لساقة قوية جعلتها تختفي بسرعة في عم الصمت أرجاء الستوديو للحظات قبل أن تقطع المحطة بثها التلفزيوني بعض المشاهدين صدموا وهم متسائلون عن مصر الفتاة المذيعة يتضح الأمر في النهاية أنها خدعة قدمتها مذيعة نشرة الأحوال الجوية لمشاهديها في ليلة الهالوين على قناة تي جي فور الإيرلندية وانهلت التعليقات سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبر الكثيرون أنها أفضل خدعة بصرية على الإطلاق بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة زروا موقعنا على الانترنت العربي كما بإمكانكم إبداء الأراء والمقترحات على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي السلام عليكم اشتركوا في القناة